اشتركوا في القناة وان شاء الله راح نستعرض امامكم وراح نستخدمه ونجرب ونشوف اداءه عندكم هذه العلبة فيها يعني بعض المواصفات المسن والقطع اللي تكونوا اياه واما الاحجار اللي تكونوا اياه فعندكم مثل ما تشوفون عندكم دايمون 320 والدرجة الناعمة من الدايمون ال600 وفي قطعة سراميك على فكرة البعض يعتقد انه اذا وصل السكين الى 2000 مثلا او 3000 بالنعومة راح تعطيه حد افضل وراح يطوله بالاستخدام وهذه معلومة خاطئة لانه لكل استخدام حد راح يكون مناسب له مثلا لو كانت عندك سكين صيد يفضل انك تخلي الحد ما بين ال600 الى ال800 راح يعطيك يعني اداء ممتاز ووقت طويل بالشغل اذا كانت سكين استخدام يومي فان شاء الله يعني لو توصلها الى 1000 فما يمنع ان شاء الله اذا كانت سكين شف نايف تقدر توصلها الى 1000 ويعتمد على نوع السكين اذا كانت سكين من نفس الميابي والشن اللي هن اليابانيات ذات الصلابة العالية فهذه تقدر توصلها الى 3000 ان شاء الله ما عندك اي مشكلة واما السكاكين الاستخدام اليومي والصيد اللي الناس دائما تركز عليه وهي اكثر استخداما فانصحك تخليها ما بين ال600 الى ال800 اذا وصلت ال1000 ما يمنع ان شاء الله ولكن يفضل انك تكون بين ال600 وال800 مع مسحة جلد ولو تلاحظ سكاكين شركة بنشميد يسنونها على درجة 220 مع مسحة جلد يعني عد اللي شوفه يقول لك خشن جدا ولكن لو تستخدمه راح تشوف انه اداء السكين ممتاز جدا ولكن خلنا على حاليا المسن ومواصفاته عندكم هذه القطعة الجسر مع المسن اللي تقدر تركبه على القاعدة وفي عندكم وهني نفس الربلات هذي راح تتكلم عنها وشن فايدتها اللي هي نفس الوشرات هذي الثلاث راح اوريكم اداء هنا الحين عندكم هذه قاعدة المسن خليها بالشكل هذا طبعا من البلاستيك وفي هني قطع رابل عشان تثبتها عن الحركة وفي عندكم هذه القطعة الثانية اللي تركب فيها هني السكين قاعدة السكين وهني درجات السن لو تلاحظون الدرجات من 15 الى 30 ولكن لو تلاحظوا السهم هني نازل اقل من 15 وهني طريقة تحريك الزاوية اذا مثلا وصلت على 15 وانتبه مثلا 16 او 17 اللي هي الارقام اللي بين ال 15 وال 20 راح تحصلهم على جنب يعني حاليا هني السهم صار على 16 17 18 19 انتقل هني 20 وبهذه الطريقة راح تعرف يعني درجة السن عندك وهني عندك القاعدة اللي تثبت فيها السكين ومثل ما تشوفون طريقة فتحها واستخدامها سهل يعني المسم ما يحتاج منك اي معدات فقط انك يعني تركب السكين بهذه المنطقة وتستخدمها بشكل سريع لكن راح اوريكم شغلة فيه وانا جربت الثبات القاعدة هذه ثابتة جدا وما شاء الله تبارك الله وفيها هني لو تلاحظ رابل يساعد بتبات السكين اكثر طريقة تركيب المسن سهلة جدا عندك انك تركب المسن بهذا الشكل وتضغطه بهذا الشكل ركب حاليا جاهز ويانا والقاعدة هذه تركبها بهذا المكان راح تثبت عن طريق المغناطيس ولا تخاف انها يعني تتحرك وياك اثناء السن حتى لو تضغط عليها وهم عندك هني القطعة هذه المعدنية راح تركب بهذا المكان مثل ما شوفون وهم هني مغناطيس المكان هذا هم بعد لا تخاف انه يعني يفلت وياك وانت السن لانه من غير المعقول انه تضغط بشكل قوي جدا عشان تسن السن يحتاج لهداوة ويعني طولة بال وهم في سؤال تو تذكره كثير من الاخوان يسألني كم اخذ وقت اثناء السن هذا ما يعتمد يعني على الشخص نفسه اول وقت اول مسن يعتمد على السكين هلي قبلت السن او لا يعني راح اوريك الطريقة انك بتعرف ان انتهيت من الوجه هذا وتنتقل للوجه الثاني وطريقة ازالة الحجر لو تشوف تضغط فقط من المكان هذا باصبعك راح يفلت وياك بس اوريك شغلة عندك المنطقة الخلفية هذي اذا ضغطتها راح تقدر تلف القاعدة كاملة يعني مسهلين عليك الامر انا شفت بعض الناس يطلعون القاعدة كلها ويلفونها ويركبونها بمرة ثانية بهذا الشكل ما يمنع ولكن يفضل انك تستخدمها بهذا الشكل لانها راح تعطيك ثبات اكثر واداء احسن وراح اوريكم طريقة تثبيت السكين اولا تشيل هذه القاعدة والسكين اللي راح انسنها اليوم من شركة ميكوف الشيكية وهذه السكين تعمت اني اشيل الحد فيها بشكل ما في مجال ان تكون فيها حد طبعا زلته بحجر دائم ونخشن ويعني ما فيها حد نهائيا ونجرب على الورق لان بعد التجربة راح تكون بعد السن راح يكون على الورق وانا بحاول اني اصيد ما فيها حد نهائيا ومثل ما تشوفون امسحها على ايدي ونهائيا ما فيها اي حد نبدأ ان شاء الله بطريقة تركيب السكين وشارح بسيط وسريع ان شاء الله لها لو تلاحظ السكين المفروض انك تخليها بهذا الشكل ان يكون ظهر السكين واصل لاخر شيء لكن اذا خليتها كاملة الجهتين يعني يساروا يومين راكبة بهذا الشكل راح تلاحظ ان السن نازل من هذه الجهة فانت تحتاج انك ترفعه بهذا الشكل فيفضل انك تخلي احد الطرفين من السكين هو اللي ثابت اذا كانت مثل هذه السكين وتحاول انك تدور السنتر بهذا الشكل وتشد عليها بشكل ثابت وممتاز حاليا بس خلنا نحركها شوي حين السكين ثابته ما شاء الله تبارك الله بهذا الشكل نركبها بسم الله ويفضل ان نكشف بالطريقة هذي غلط لا نركبها بالشكل هذا عشان اذا بنتقل الدرجة للوجه الثاني بهذا الشكل لان المسن فقط ينتقل بدرجتين ونبدأ السن وراح اسرع المقطع عشان لا يطول ويانه وانا خليت الزاوية على عشرين مثل ما تشوفون اهني الزاوية على عشرين ويعتمد على السكين مثل ما قلنا اللي انت راح تستخدمها وان شاء الله نبلش بسم الله وراح نسرع المقطع لكي ننتهي بسرعة بسم الله واذا كنت بتعرف اذا انتهيت من الجهة هذي او لا تحسس السن من الجهة الثانية اذا ما حسيت بنفس الشفرة ما الى الجهة الثانية فاعرف انك ما انتهيت منه ولكن لا تركز على السن بوقت الوقت الطويل يعني تاكل من جهة وتخلي جهة فافضل حاليا مثل الوضع اللي انا سوي تبدل للجهة الثانية وكل منها الى ان تصل للنتيجة المطلوبة ونرجع نكمل بسم الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اتهيت من درجة الثلاثمية وعشرين ومثل ما شفتم ان اخذت وياه وقت طويل لانه كان السن اللي موجود عليها كان زاويته خمسة وعشرين فانا غيرت الى العشرين وهم كانت معدومة السن فعطاني حد او مثل ما تشوفون السن ما شاء الله تبارك الله واضح وياكم لو تشوفون الصورة بالمقطع اللي قبله ما كان الحد بهذا الشكل فبحين غيرتها الى درجة عشرين واذا بتعرف انك خلصت من الوجه هذا او لا تحسس السن بالطريقة هذه اذا حسيت نفس الشفرة مالت الى الجه هذه وتحس فيها باصبعك فاعرف انك انتهيت من هذه الدرجة فانتقل للدرجة اللي بعدها طبعا الدرجة اللي بعدها اللي هي الستمية ما رح تاخذ وياه وقت لانه خلاص انا الحين بنيت السن اللي انا به الحين انتقل للستمية وان شاء الله ما ياخذ وياه وقت طويل ونشوف النتيجة بسم الله الحين انتهيت من درجة الستمية وراح انتقل للسراميك ونشوف الاداء اللي رح ياطنياه بس السراميك رح ابدأ فيه من الجهة الحين انتهيت من السن بشكل كامل عن طريقه من السن مثل ما تشوفون السن اللي اعطانيها ما شاء الله تبارك الله مقارنة اني يعني غيرت الزاوية بالكامل واني يعني استخدمت فقط ثلاث درجات انا شوف انه وقت ممتاز للسن خصوصا انه هذه السكين تعتبر من السكاكين اللي تاخذ وقت بالسن نشوف الحد نرجع لورقتنا الاولى ونشوف الحد فيها بسم الله على فكرة اللي بنظف هذا يجيب الممحة المساحة مالة قلم الرصاص وينظف فيها يقدر ينظف فيها السراميك بنشوف الحد اللي موجود فيانه وراح انا جايب وياي هم جايب وياي الجلد بنشوف النتيجة النهائية مع الجلد بسم الله ما شاء الله تبارك الله اللهم مبارك هذه النتيجة بدون استخدام الجلد فقط على المسن لكن بنجرب الجلد عندي فضول اني اشوف النتيجة النهائية مع الجلد اوه خلو اريكم السن اشنو شكله هذا السن من الجهتين بسم الله الجلد هذا استخدمتي يمكن احيان اكثر من ست سنين مع انه عندي نفسه يمكن ست حبات لكن ما نعارف ليش مراضي غيره شكلي راح اغيره الفترة هذه يعني صارت في لمعة بسيطة جدا ما نعارف اذا تبين اساسا بكاميرا ولا لا لكن نشوف الحد بفرق كل الكلام كله على الحد ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله يا جماعة يستحق الاقتناء والله يعني تكلمني ب 235 ريال وخصوصا حتى لو ما كنت تعرفت السلم يعطيك هذا الأداء أنا نصحك وبشدة أنك تأخذه وراح تكتفي صدقني راح تكتفي بهذول حتى بدون الجلد ما يحتاج أنك تأخذ جلد وراح تكتفي بس بدرجة 320 و 600 والسيراميك وانا توقعت توقعت أني لو أضغط عليه بقوة لدرجة شوفوا الضغط القوي اللي صار وياي ضغطت عليه بقوة لدرجة أني أكلت شي بسيط من القاعدة نفسها وتوقعت أنها بتفلت نفسها قاعدة الحجر أو الجسر الحجر توقعت أنها راح يفلت وياي أثناء السن وما شاء الله تبارك الله ما فلت وياي ولا شفت يعني فيه أي مشكلة وهم ما أخذ يعني يعتبر وقت وياي خصوصا أني يعني السكين فيها سماكة ومعدنها يعتبر يأخذ وقت بالسن وأنا غيرتها من زاوية الخمسة وعشرين أو أكبر يعني شي بسيط إلى زاوية العشرين يعني أنا شوف أمانة شي يستاهل وعطاني هذا الحد من سكين مع دومة السن بالمرة اللي يسألني يابيلة مسن سهل ولا راح يعقده ولا راح يأخذ منه وقت ولا جهد فهذا المسن وهذه التجربة أمامكم والتجربة خير برهان وهذا اللي كان عندي ويعطيكم العافية والسلام عليكم ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر